سيتو جينيتيكوف آي أم أغ اختبارات الوراثة الخلوية لسرطان الدم النقوي الحاد تبحث هذه الاختبارات في الكوروموسومات وهي خيوط طويلة من الحمض النووي وتوجد داخل الخلايا حيث تحتوي الخلايا البشرية العادية على 23 زوجاً من الكوروموسومات كل منها بحجم معين وصبغة بطريقة معينة في حين تحتوي خلايا سرطان الدم النقوي الحاد على تغيرات في الكوروموسوم يمكن رؤيتها تحت المجهر ويمكن أن يساعد التعرف على هذه التغييرات في تحديد أنواع معينة من سرطان الدم النقوي الحاد سرطان الدم النقوي الحاد هو مرض غير متجانس للغاية لذلك يعد اختبار التحليل الوراثي الخلوي أهم أداة تشخيصية تستخدم لتشخيص سرطان الدم النقوي الحاد حيث يكون في هذا النوع من السرطان أكثر من 160 من التشوهات الكوروموسومية الهيكلية المتكررة في هذا الاختبار يتم فحص الخلايا تحت المجهر لمعرفة ما إذا كانت الكوروموسومات لديها أي تشوهات عيب هذا الاختبار هو أنه يستغرق عادة حوالي أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع تتم كتابة نتائج اختبار الوراثة الخلوية في شكل مختصر يصف التغيرات في الكوروموسوم كالتالي Translocation أي النقل يعني أن أجزاء من كوروموسومين قد تم تداولهما مع بعضهما البعض على سبيل المثال، إذا كانت الكوروموسومات 9 و22 قد تبادلت قطعاً كما هو الحال في كوروموسوم فلاديلفيا فستم كتابتها على أنها 9 و22 Inversion أي عكس على سبيل المثال، يكتب ك-INV 16 يعني أن جزءاً من الكوروموسوم 16 أصبح الآن في ترتيب عكسي ولكنه لا يزال مرتبطاً بالكوروموسوم Deletion أي حذ على سبيل المثال، تكتب DEL 7 أو سالب 7 وذلك يشير إلى فقد الكوروموسوم 7 كاملاً Addition or Duplication أي إضافة أو ازدواجية على سبيل المثال، مثل زائد 8 ويعني أنه تم نسخ كل أو جزء من الكوروموسوم 8 ووجد العديد من النسخ منه داخل الخلية هذه الاختبارات لا يمكن فيها رؤية جميع التغيرات في الكوروموسوم تحت المجهر ولذلك يمكن عمل اختبارات معملية أخرى لاكتشاف هذه التغيرات مثل اختبار التهجين الموضعي المتألق Fluorescent Insight Hybridization يبحث هذا الاختبار عن كثب في الحمض النووي للخلية باستخدام أصباغ الفلورسنت الخاصة التي ترتبط فقط بجينات معينة أو أجزاء من كوروموسومات معينة يمكن لهذا الاختبار العثور على تغييرات الكوروموسوم مثل الانتقالات التي تكون مرئية تحت المجهر في الاختبارات الوراثية الخلوية القياسية بالإضافة إلى بعض التغييرات الصغيرة جداً بحيث لا يمكن رؤيتها باستخدام اختبارات الوراثة الخلوية المعتادة لذلك يمكن استخدام هذا الاختبار للبحث عن التغييرات في جينات معينة أو أجزاء من الكوروموسومات أيضاً يمكن عمل اختبار PCR وهو اختبار حساس للغاية يمكن أن يجد أيضاً بعض التغييرات الجينية والكوروموسومية الصغيرة جداً بحيث لا يمكن رؤيتها تحت المجهر وهو مفيد في العثور على التغييرات الجينية الموجودة في عدد قليل من الخلايا مما يجعله جيداً في العثور على أعداد صغيرة من خلايا سرطان الدم في عينه